بدعم من رابطة أهالي بنغازي المهجرين بالمنطقة الغربية أقيم بالعاصمة طرابلس المؤتمر الدولي الأول للمهجرين والنازحين في ليبيا بمشاركة نخبة من المهتمين بالشأن الليبي وعدد من ممثل المنظمات الدولية والمحلية بالإضافة إلى وزير الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والنواب وعدد من الشخصيات السياسية والأعيان والحكماء القائمون على المؤتمر أكدوا أن الهدف من المؤتمر هو إعادة توجيه البوصلة للسلطات الحاكمة والأطراف السياسية في ليبيا لوضع قضايا المهجرين والنازحين ضمن إطار دعوات المصالحة وعودة الاستقرار أعداد كبيرة من المهجرين والنازحين المسجلين لدى المنظمات الدولية والحكومية عرضوا تجاربهم خلال المؤتمر مشيرين إلى خسائرهم المعنوية والمادية جراء التهجير وناقش المؤتمر أيضا الحقوق المسلوبة للمهجرين سواء على الصعيد الحقوقي والخدمي بالإضافة إلى أوضاعهم المعيشية في محاولة للفت الأنظار إلى قضيتهم آملين أن يلقى آذانا صاغية ومع اقتراب موعد الانتخابات الذي يفصلنا عنه أقل من شهرين كان من ضمن جدول أعمال المؤتمر الدولي مناقشة حق النازحين والمهجرين بالاستحقاق الانتخابي وحرية التصويت والترشح ونزاهة هذه الانتخابات في ظل استمرار النزوح والتهجير وفي ختام المؤتمر أكد المشاركون أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون على قدم المساواة من جميع الأطراف والأطياف وأن المصالحة السياسية لا تعني تجاوز حقوق المهجرين والنازحين رسالة تحاول شريحة المهجرين في ليبيا إيصالها لضمان حقوقهم الأمنية والحقوقية والقانونية لعلها تلقى قبولا لدى المسؤولين والمعنيين